شديد اناوي بيرفض نداءات التوأم انه هو يرجع النادي المصر تاني ويتمسك به النادي الاهلي طبعا شديد اناوي كان متقلق جدا جدا طبعا في النادي المصر ده اكيد وده اللي رجعه مرة تانية للنادي الاهلي في النادي الاهلي طبعا فيه عملاق ايضا بيلع في نفس المركز واكيد سيد معوض وبالتالي التوأم فكر انه هو يلاغي شديد اناوي لكن وفقا للخبر انه شديد اناوي مضى على عقد ثلاث مواسم مع النادي الاهلي وانه هو متمسك بالبقاء في النادي الاهلي